إيش علينا نعمل حتى نتعاون معه حتى نقدر نفهم ونسمع إيش عم بقول في نهاية الحرب الأهلية بأمريكان كانت في 1860 تقريبا ابتدأ تطورين تنين يحدثوا في شمال أمريكا وهذا التطور الآخر لف لكل العالم واحد كان القطارات ولما كان يبنو سكك الحديد للقطارات صار في تطور آخر وجنب القطارات كان هناك تليغراف يبعط رسالة ما كان تليفونات أو أقمار إصطناعية لكن عن طريق التليغراف استدروا يوصلوا رسائل لأمسافات بعيدة وهناك قصة حقيقية بخرفوها عن عديك الفترة واحد من الشرك الحديد حطت دعايا للأشخاص اللي بدي يجوا حتى يستأجروهم يشتغلوا عندهم وبعد الحرب كان في أشخاص بحاجة لعمل كثيرين فكان كثير يجوا وفي شخص أجا في فترة متأخرة أكثر من الأشخاص اللي أجوا بالأول وكانوا قاعدين في المكتب وعم بيستنوا وجلس هناك لبضع دقائق وبعدين آمن كرسة وفات على المكتب الداخلي ورد رجع وطني على المكتب الخارجي وصار عنده شغل والآن صلنا لمنستنى بالصبح وليش ما استننتك هل انسمعتوا هذا الصوت اللي عم تك 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 te 그래요 إحنا عم نسمع هذا كل الصبح وقال له هاي الأصوات عم ترسل رسالة كان يرسل الرسالة باشه بسمه الكود تاع موريس أو شفرة موريس وكانت الرسالة تقول والرسالة كانت تقول إذا أنت فاهم شو هاي تعال جوا وخد شغول ما حب أقولك أن الله عم يتكلم ودائما مستعد أن يتكلم لإلنا لكن السؤال الموضوع الحقيقي هل إحنا أدرين نفهم إيش عم بقولنا رغبة الله أن يتكلم لقلبك مش بس رغبتك الشخصية إنما رغبته هو أيضا وفي هاي اللي رح أشارك معكم تمن طرق الله يتكلم إليك تذكروا أنه هذا ما هو يريده مش بشيئتك أنت بس أن الله يتكلم وهو بيعرف أوصلك الرسالة بطريقة حتى تفهمها وعنت عليك فقط أنك تكون حاضر تصغي لما يقوله وهو مسؤوليته إنه كيف يتكلم فخليه يختار الطريقة كيف يتكلم إليك ما تفتش إنه تصغي إليه في واحد من الطرق لكن اسع وفتش عنه وخليه يكلمك بالطريقة اللي بدو إياها فالطريقة الأولى اللي ممكن أقولك كيف الله يتكلم إليك is also the one that I consider the most rare وأنا هي بعتبرها لي أكثر إشي نادري He does speak this way He speaks this way in the Bible ويتكلم بهذه الطريقة وأيضا يتكلم إلينا في هذه الطريقة بالكتاب المقدس مذكورة وأنا باعرف أشخاص سمعوا تكلم إليهم بهذه الطريقة لكن ما غالبا يتكلم بهذه الطريقة أحيانا الله يتكلم بالصوت مسموع منطوق هيك تكلم الله من جبل سيناء لما أعطى النموس لشعب إسرائيل وتكلم بصوت الدينين طبيعي ممكن تسمعوا He spoke this way from Jerusalem when he spoke about his son Jesus ويكتكلم أيضا من أرشاليم لما تكلم عن ابن يسوع But when he spoke that way from Mount Sinai the people were terrified لما تكلم بهذه الطريقة من جبل سيناء الناس ارتعبت And when he spoke that way in Jerusalem about Jesus لما هاي الطريقة تكلم فيها عن يسوع بأرشاليم the people said an angel must have spoken to him الناس قالوا كنو ما لاك تكلم لأ يسوع And some people said no it just thundered And so I would say to you if you're waiting to hear from God to speak to you in a natural voice You're probably going to have a long wait The most common way that God speaks is the second one of these God speaks to us through the Bible God speaks to us through the Word The Word of God has been breathed by God into holy men They have written down what God has said And God's primary way of speaking to us is through the Word of God And I want to say to you about this that we're not talking about some kind of magic Where we close our eyes And we open our Bible And we say let's see Does God want me to go or not? And we pick a place in the Bible with our eyes closed like I'm doing right now Let's see what I found here Therefore you delivered them into the hand of the enemies Vex them in their trouble Oh, I don't think the Lord wants me to go Now this is nonsense God can speak to us that way He's merciful and gracious But this is not what I'm talking about when I talk about speaking to us from the Word of God I'm talking about you and me making a commitment to spend the time to submit to the discipline to read and study God's Word every day for the rest of our lives We vary in our ability to read Some of us read a lot Some of us don't read very much Some of us like Pastor Brent can read in Hebrew and Greek Some of us can only read our native tongue It doesn't make any difference The Bible is written on about a third grade level It's written so that any fisherman can understand it It's deep enough so that all the great scholars have written thousands of books about it But it's simple enough so that our children can understand it in the children's group tonight You can read the Bible with understanding And God will speak to you from His Word And God will speak to you through the word He will speak to you He will speak to you a Alle should have